هل في يوم من الأيام سألت نفسك أنه أنا أمتى رح تنتهى هذه الحياة الوظيفية اللي أنا عايش فيها؟ ولا في يوم من الأيام دخلت على بيتك وأنت مو طايق نفسك ولا طايق الشغل ولا طايق المدير ولا طايق الحياة اللي أنا عايشها؟ أكيد في يوم من الأيام حدا من الموظفين اللي أنت عم تشتغل معاهم عم يحاول يحفر لك ولا حاول يضرب لك اسفين ولا عم يحاول يلمع تناجر على حسابك؟ أكيد في يوم من الأيام كنت واحد من هذول طيب هون بيجي سؤال متى تنتهى هذه المعاناة اللي انت فيها لحتى تنطلق إلى حياة تانية؟ وهل تقدم استقالتك من هذا المكان اللي عاملك مثل الجحيم وكل يوم بتصحى الصبح رايح مثل اللي رايح الموت؟ هل تقدم استقالتك وتطلع؟ ويلا إيش اللي يصير يصير؟ الموضوع مو بهذه السؤولة ولا الموضوع بسهولة إنشاء مشروع بكل بساطة أنك تحصل على مال وتجيب بضاعة وتبيع الموضوع مو بهذه السهولة وخليني أحكي لكم القصة في المقطع اللي جاي واحد من الأشخاص اجاب يوم من الأيام وقال أنا قررت أفتح صيدلية طيب يا فلان انت موظف ووزارة والموضوع مو بهذه السهولة اللي انت ع بتتكلم فيها قالنا إيش بده؟ مكان؟ مناخذ المكان ومنشتري بضاعة وخلص ومنبيع تم الشرح إنه الموضوع مو بهذه البساطة مو بالبساطة اللي انت شايفها الامتقال من حياة وظيفية إلى حياة عملية وخوض هذه المغامرة ما هو بهذه البساطة ليش؟ لعدة أسباب لأنه كثير من المشاريع بنسبة 97% من المشاريع تفشل في أول خمس سنوات 3% فقط اللي ينجح طيب ليش؟ وإيش هي عوامل النجاح؟ بتعتمد على كثير من الأمور رح نذكرها أول عامل بالنسبة للنجاح المشروع أنك تدرس أساسا تطبيق هذه الفكرة على أرض الواقع وتحلل السوق اللي بيطبق فيها هذه الفكرة الفكرة بالنسبة لصاحبنا هي إنشاء صيدلية طيب في كثير من العوامل بتلعب دور بالنسبة للنجاح الصيدلية أول هذه العوامل هو موقع هذه الصيدلية في أي مكان رح يكون لسهولة الوصول بالنسبة للمرضى الباحثين عن الأدوية أو الخدمات في هذه الصيدلية العامل الثاني اللي هي مهارات الشخص اللي موجود في الصيدلية الصيدلي اللي موجود مو بس مجموعة من المعلومات ولكن كيف يوصل هذه المعلومات للناس لحتى يقدر يشخص احتياجاتهم وبالتالي يعطيهم المنتج الصحيح ومن هون بيبني ثقة مع هذول المرضى بحيث يعمل قاعدة من العملاء عملاء الولاء اللي بيكون عندهم ولاء لهذه الصيدلية بالذات النقطة الثالثة بالنسبة لإنشاء هذا المشروع واللي هي نقطة التمويل التمويل المالي بالنسبة لمشروع مثل مشروع صيدلية على أرض الواقع يحتاج ضخ مالي في البداية والأمر لا يقوم على مبلغ بسيط أو ميزانية محدودة من البداية قد تكون ضئيلة في البداية فتسبب انقطاع في كثير من الاحتياجات داخل هذه الصيدلية وبالتالي بتسبب أثر رجعي أو أثر سلبي على العملاء واللي هم المرضى يعني المريض واحد يدخل على الصيدلية وما يلاقي طلبه رح يدمر سمعة هذه الصيدلية العامل الرابع للتعامل مع هذا المشروع واللي هو التعامل مع الموردين وكيفية التخاطب معهم والمهارات اللي محتاجينها بالنسبة للتفاوض لتحصيل أفضل منتجات بأفضل عروض للأسعار العامل الخامس واللي هو المحاسبة واللي هو يعتبر العصب لأي مشروع قسم المحاسبة يعتبر من الأعصاب العمود الفقري بالنسبة للمشروع ونجاح هذا المشروع وسير هذا المشروع في طريق الفائدة طبعا بالنسبة لصاحب هذا المشروع إذا تم إهمال عامل المحاسبة كثير من المشاريع تفشل ومن غير ما يدرى صاحبها فما بالك في تعدد الموردين بالنسبة لحالة مثل حالة الصيدلية نحن عم ناخذها كمثال العامل السادس واللي هو مهم جدا واللي هي التطور المستمر واكبت متطلبات العملاء والمرضى بالنسبة لإحتياجاتهم من هذا المكان فلذلك من هذه الخلطة نلاقي أنه العملية أو إنشاء مشروع صيدلية أو مشروع من مركز طبي أو مركز علاجي أو ما ينطبق على الصيدلية ينطبق على جميع المراكز الطبية مع بعض الاختلافات بين اختلاف تقديم منتج وتقديم خدمة يعني في الصيدلية منتج ملموس في مراكز خدمات عبارة عن خدمات فالاثنين بالنهاية عبارة عن سلعة هي إن كانت منتج أو خدمة ولكن تندرج عليها هذه الخلطة بالنسبة لنجاح هذا المشروع فمهم جدا دراسة السوق دراسة المشروع دراسة الأهداف من هذا المشروع قبل الإقدام عليه وبالنهاية خسارتك في البداية إذا درست المشروع وكنت محضر لهذا المشروع بخطة مدروسة عمليا على أرض الواقع من ناس خبرة في هذه المشاريع بتكون وفرت على نفسك كثير من الجهد والمال والوقت الوقت اللي بيمر على مشروعك وبالنهاية يأدي إلى الفشل لا قدر الله فخذ احتياطاتك وحضر نفسك ودرس مشروعك من البداية إذا كنت مقدم على خطوة من هذه الخطوات لعمل مشروع لإنشاء صيدلية إنشاء مركز بداية في شراكة مع أي أحد في المجال الطبي لا بد أنك تكون محضر نفسك ومحضر أسلحتك ومحضر خطتك على أرض الواقع مكتوبة عارف أنت وين هي البداية وإلى أين يكون الاتجاه بالنهاية إذا كنت حابب فريق عمل طبي متخصص يساعدك في هذه الأمور فاحنا مستعدين من خلال الخدمة اللي منقدمها إلى تقديم الاستشارة وكل ما نستطيع لنجاح مشروعك والرقيف إلى مستوى آخر من جميع الجوانب بإذن الله سبحانه وتعالى فبتكون في دائرة الأمان بتوفر على نفسك الجهد والوقت والمال أتمنى لكم التوفيق إن شاء الله في جميع مشاريعكم وفي تطلعاتكم بإذن الله سبحانه وتعالى في النهاية لا تنسى تضغط على اللينك للتعرف على مجموعة الخدمات اللي ممكن نقدمها للرقي بمشروعك أنت والتوفيق أولا وآخرا من الله فقط نأخذ بالأسباب نكتبها ونعتمد على الله سبحانه وتعالى في كل شيء أتمنى لكم التوفيق دوموا بصحة وخير اشتركوا في القناة